تفسير نهاية مسلسل عمر أفندي حير ناس كتير وناس كتير راحت لتفسيرها الخاص وكل واحد قال تفسيره. واحنا هنا عنقول للتفسير ان احنا مقتنعين به. لكن ده برضو ما يمنعش ان انت تعملونا تفسيركم في الكمنتات تقولونا تفسيركم في الكمنتات للنهاية. النهاية بالنسبة لي ليها تفسيرين. تفسير الاولان كان بيخرج كل مرة من سنة عشرين اربعة وعشرين كان بيروح لسنة تلاتة واربعين وده الفرق الزمن ما بينهم واحد وتمانين سنة لكن لما شفنا في الاخر ان عمر اختار ان هو يعيش في العصر الحالي شفنا ان هو عاش مع امراته حوالي ست شهور وهو بيحاول ينسى الزنات لكن بعد كده افتقى عيد ميلادها يوم حداشر خمسة ما شاف النتيجة وده كلنا ساعتها دخلنا في عشرين خمسة وعشرين لان فات ست شهور فبالتالي قانا للسنة الجديدة وبالتالي اما قرر يرجع قرر يرجع والسرداب راح لقاها سنة اتنين واربعين وقاها ان هي مش فاكرة ولقا كل اللي معاها مش فاكرينه وده بسبب ان ممكن كل ما بنتقدم سنة في المستقبل بتأخر معاها سنتين لان كان الاول فرق واحد وتمانين سنة ما بين عشرين واربعة وعشرين وما بين السنة اللي هو كان بيخرج فيها تلاتة واربعين بعد كده ما بقى عشرين خمسة وعشرين بقى يخرج سنة اتنين واربعين لان الفرق اصبح تلاتة وتمانين سنة والفرق بيتسع كل ما بيقدم سنة في المستقبل بيتسع سنتين. فبالتالي ممكن يكون ده التفسير اولي. التفسير التاني اللي انا اقرب له اللي انا اروح له برضو. ان هو اما كان بيحاول يعد زينات يدخلها العصر الحالي. شفنا ان هو بيقول لها كل خطوة في السرداب بتفرق معنا سنين معينة. وهو اخر مرة اما رحلها كان واخد مع تورتة وكما اخد مع بلالين وكان بيحاول ان هو يجري عشان خاطر يرحق عيد ميلادها. فممكن ما حسبش الخطوات صح. وبالتالي خرج في سنة اتنين واربعين بدل تلاتة واربعين. ده بسبب اللاهواجة وبسبب ان هو يحاول يلحق عيد ميلادها. وان هو خرج متأخر سنة لكن ايا كان المسلسل كان فانتازي. انا متمنى يتعامل منه جزء تاني لان فعلا يطلع منه افكار حلوة كتير. الجمهور نفسه قال افكار حلوة كتير. ممكن تطلع في الجزء التاني. فبالك لو قعد وتلع بفكرة حلوة وخلى المسلسل يبقى سلسلة اجزاء لي لأ لان المسلسل كان نجح جدا والناس اتعلقت بيه جدا والناس كان استمتعت وما شبعتش من دياستي وما شبعتش من صبري وما شبعتش من زنات وما شبعتش من كل الابطال الجميلة اللي كانت موجودة في المسلسل. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اتمنى ان اشتركوا وانسوا في دعمونا اتعملوا لك على الفيديو. السلام عليكم ونحطوا